كل مرة نحاول نفهمه التكتيك اللي قاعد يصير على الميدان الأنواع الأسلحة الترسانة وغيره اليوم أنا بش نحكي على كمين رفح لكن قبل كلمة كمين قاعدين نعود فيها تباعا عن نتوأس بها سيد عميد ما معنى كمين وما هو نوع الكمائن التي تستخدمها أو تستعملها اليوم حماس والمقاومة كتاب القسم والتي قاعد دك بها في العدو شوف هي كلمة يحبوها برشا القواء اللي تتصارع معه جوش كبيرة الكمين دائما يأتي ضد قوة مهاجمة وبإمكانيات بسيطة ممكن أنك تربك العدو وتعيق تقدمه لأنه الكمائن كما قلت لك تلقاها خاصة في هذا النوع من القتال اللي يشوف فيه في غزة يعني كنتذكر الفيتنام قبل كنتذكر الجزائر الحبيبة قبل يعني لما تكون قوات تحتل منطقة وتقدم قوات مشات مدرعات أحسن طريقة لإزعاجها ورباكها هو أنك تصطادها لكن كيفاش تصطادها؟ لابد أنك تقوم بعملية ميرهاش العدو يعني تخفي قواتك تكون في مكان يعني مناسب يكون ممر إجباري مثلا طريق لابد أن يمر منه العدو تدرسه مليح ثم توضع ترتيبة أنك تحطم أك العدو بايش بأي طريق أنك تضربه في مقتل مثلا نقولوا إحنا يعني دبابات تمر من طريق معين في مكان إجباري يمر منه وشي يعملوا الكمين شي نعملوا إحنا نجيوا نضربوا الدبابة الأولى كي نضربوا الدبابة الأولى لما يكونوا القوات معناها مخفية وبأسلحة مضادة لدروع وفي مكان مناسب وفي مسافة مناسبة لما توقف الدبابة الأولى الدبابات الكل وراها بتبعات حال بش توقف وكي توقفش تولي تولي كلها أهداف سهلة نفس الشي إذا كان مشات تتقدم إذن هي أحسن طريقة هي عملية دفاعية من عدو ضعيف من ناحية العدى والعدد ضد عدو قوي لإرباكه وإزعاجه وإيقاع أكبر الخسائر يعني في القوات هذه وإذا ما شفناه على مدى ثمانة أشهر أكثر العمليات اللي قامت بها المقاومة الباسلة كانت في شكل كماء يعني نخفي قواتي تخرج في وقت معين وبسرعة متناختة ما تخلينوش الوقت لا لي رد الفاعل ولا لي إتيام بقوات أخرى مساندة يعني يقولوا بالإنجليزية أضرب واختفي وهذا ما شفناه يعني دروس في مسألة الكمين قامت بها المقاومة الباسلة لكل جيوش العالم اليوم كل يعني القوات في العالم التحرورية بشورية تفكر بشورية تتعلم كيف يمكن أن نقضي اليوم موصلنا الفرمامة الدبابة رو مزنجرة تحطمت من الكيان الصهيوني حطموها المقاومة الباسلة كيف تمت تسعيف المياه منها تمت بطريقة الكمين الكمين أما نستعملوا أسلحة مضادة الدروع أو نستعملوا أسلحة مناسبة مثلا نجيو للطريق ونفخوه حطوا فيه ألغام أما ألغام مضادة الدروع أو نحطوا فيه متفجرات قوية ولا نحطوا فيه اليوم أعملوا بلعجدة المقاومة بلعجدة أول مرة نشوفها يجيوا القنابل التي لم تنفجر يوضعها على جانب الطريق ويلغمها ثم يفجرها عن بعض فتكون عندها معناها تداعية كبيرة على القوات المعادية إذن المقاومة اليوم راي يعطاها الدروس في الموضوع ذايا لكل جيوش العالم ما نخبش عليك اليوم رايما درس العسكرية كل اللي درس هذا النوع من القتال رايما أخذوا صور يعني قبل اللي كانت من الصعب وقت يكونوا نقريه نقريه نظريا اليوم ولتعنى صور حية يعني وقت بيش تقري أحسن طريقة بداغوجية للضباط الصغار بيش تقريه آليت الكمين أنك توريه صور والمقاومة الباسلة سمحتنا لليوم بآلاف معناها الصور والفيديوهات التي توثق كيف يكون الكمين ناجحا وهذا رأى وكما قلت لك توامعها شوية وقت يتعدى تو ترجع هالزخم الكبير من الفيديوهات وسترونها في كل أماكن العالم وفي كل مدارس العالم لأنها بالحق يعني نموذجية بأتم معنا الكلمة يعني وخاصة شفنا الخسائر اللي صارت للعدو الإسرائيلي يعني في معداته في دباباته في مزنجراته في أفراده وهذا يعني الكمين هو السلاح المحبث هو طريقة القتال المحبثة يعني المقاومة بصفة عامة في العالم مش نتكلم عنه التاريخ الفيتنام عملوا يعني هو سلاح المقاومة ما هو السلاح يستعملوه لجيوش نرجعه للتونس تونس وين كانت الكمان تصير كانت تصير في جبال قفصة نصوروا عرباطة في المتلوي في الأماكن اللي تمروا منها القوات الفرنسية وتكون معناها ممر إجباري مثلا بين طريق بين جبالين فيتخفاوا المقاتلين ويعني ينقضوا على العدو في رمشة عين يقتلوا منه ما يقتلوا ثم ينسحبوا إلى قواعدهم سالمين هذا وش كان يسير في الجزائر يعني نفسه تقريبا سيناريو لأن الجزائر واسعة بتبيت الحال لكن أوجعوا العدو الفرنسي بكماء راهوا معناها رهيبة وسجلها التاريخ كذلك يعني كما قلت لك أحسن طريقة للقتال الدفاعي ضد عدو من هذا النوع والمهم أنه تربكوا وتزعجوا وتخليش مرتاح يعني لما يتقدم دائما في هاشوا يعني يفسر راه عشر ألاف يعني يعني الكمين هو أفضل وسيلة لإرباك ومباغتة العدو العدو نعم وخاصة على المستوى معنويات يعني اليوم عشر ألاف في المستشفى الأمراض النفسية في إسرائيل ليش لأنه هو اللي يتنقل وهو خاف يعني يتوقع يعني أنه يحبط عليه تحبط عليه المقاومة في أي مكان يعني مش مرتاح يعني دائما الخوف يسيطر عليه وهذا الضغط النفسي على مدى معناها مدة طويلة يخلي اللي شفناه قاعدة السير في الكيان السهيوني وألاف الجنود اللي لم يعودوا قادرين على القتال واضح يعني اليوم من الوسائل اللي يخافوا منها الجيش العدو هما ولا حل لها رحوة لا حل لها لأنه لا حل لها لأنه يعني الكمين ما تعرفش عليه في أي مكان يعني يكون يكون في نهج يكون في معناها في طريق ينجم يكون في منطقة زراعية في منطقة ما تعرفش عليه إذن الإشكال الأكبر وهذا أنك لا تستطيع بأي حال من الأحوال أنك تتفطن إلى كمين واضح برشة 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 سؤالات على الدكتور رفع طبيب وذي حاجة تفرحنا ناس لكل خاتل البرح قلنا الدكتور رفع طبيب يكون موجود معنا وعكة صحية خفيفة جدا لباس نقول إن شاء الله لباس الدكتور رفع طبيب هذيك عليه شي استحص محكم لكل وإن شاء الله يرجع بحثينا في أقرب الأوقات لباس ما قلنا يرتاح شوية اليوم الدكتور